السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في السهل وسريع يارب تكونوا بخير وبالصحة والسلامة النهاردة الفكرة لزيزة جدا جدا زي ما انتوا شايفين صانية الخطوبة حلوة جدا يلا نشوفها تتعمل ازاي ادواتها بوسيطة جدا جدا كتعة يتم من الكارتون كده وابتديت ان انا سبتهم في بعض كتعة منهم كنت دهنيها بلاستيك ابيض علشان تكون الفنش بتاعها حلو جدا فاسبتهم ببعض كويس جبت مراية نفس مقاسي الكارتون بالزبط اه وابتديت ان انا اسبتها على الكارتون برضو انا بسبت كل حاجة بالشامعة اهم حاجة يكون الشامعة سخنة جدا فبيثبت كويس قوي طبعا الفكرة لزيزة وسهلة وجميلة جدا وبتبقى مبهجة جدا في الخطوبة بعد كده بمشي على اطراف كلها بالشامعة بحيث ان انا لو في اي مكان مش فيه شامع بسبته كويس وكمان لو فيه اطراف زيادة كده بشيلها بالقطر وببتدي ان انا امشي على الاطراف كلها بالخيش ده ده خيش عريض بسبتها على الاطراف كلها بعد كده دي عندي دفيرة كده من الخيش برضو انتو عارفين الخيش نازل موضة جدا جدا فيها بيبقى شكله شيك قوي في الحاجات دي انا بسبت الديفيرة على الاطراف كلها بل بفها كده حوالين الانتصانية كلها طبعا الديفيرة دي انا عملتها بخيط الخيش عملت بخيط الخيش الرفيع ده اخدت المقاس يعني وعملت نفس مقاسها بالزبط يعني بتبقى حاجة مختلفة اكتر في الخطوبة حاجات غير تقليدية كده بتبقى بتدي طبع جميل قوي بتبقى ذكرة جميلة جدا طبعا زي ما قلت لكم لازم شامل تكون سخنة جدا علشان الحاجات دي بعد كده ما تتفكش وتكون متينة قوي حبيت بقى ان هي تكون مميزة اكتر ويكون ليها رجول تتحط كده على ترابيزة وتبقى شكلها شيك اكتر فجبت المقابض دي قويبت تيت ان انا اسبتها في الصينية من دحت انا حتطلع تقلعات مقابض كده بالشكل ده انا اخترت لون الدهبي حاسيته اكتر ماشي مع المناسبة الدهبي بيمشي اكتر مع الوان الخيش كمان وطبعا زي ما انتم شايفين الصينية من تحت مدهونة بلاستيك ابيض علشان كمان الكرتون ما يبقاش باين تباين كأنها خشب ان شاء الله الفكرة هتعجبكم جدا 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 بس بتمنى تنزلوا وتعملوا لايك بسرعة للفيديو الحلو ده ويسيبوا لي كومنت برأيكم واقتراحتكم ولو انتم مش مشتركين في القناة اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس بعد ما نشفت بقت كده ليها رجول توقف عليها بتبقى شكلها اشيك على فكرة بالرجول ده بقى شوية ورد كده عندي موجودين طبعا في محلات ادوات التازين بفوق الورق كله عن الورد الورق الوحده والورد الوحده والفروع الوحدها وببتدر ان انا سبت كل حاجة الوحدها فبفرش الاول المكان اللي ها هعمل بيه كله بملاكله الاول ورق بعد كده هسبت فوق الورد زي ما هتشوفه بالزبط طبعا ممكن اختار الورد اوف وايت او ورد بينك زي ما انا عملته كده بس اللون البينك حسيته احلى احلى حاجة في الفلسينية دي بقى ان هي هتبقى ذكرة طول العمر وكمان يعني العروسة بتاخدها معاها بيتها الجديد بتبقى حلوة جدا ومميزة في الشقة وكمان لها استخدامات كتير جدا لها استخدامات على ترابيزة الديوف وكمان لها استخدامات للفواحات وكمان على التسريحة للبيرفيوم فهي مميزة قوي انا طبعا بعد ما بسبت الفروع كلها هبتدي ان انا اسبت الورد فوقها طبعا الاجزاء اللي في الورد دي من تحت انا هشلها بحيس ان هي تتسبت بكل سهولة انا حبيت ان هي تكون سيمبل اكتر مش بحب الحاجات اللي هي فيها دوشة كتير وشغل كتير قوي زيادة عن اللزوم الحاجات السيمبل بتكون اشيك بكتير فببتدي ان انا حط الورد كده جنب بعض واحدة بينك غامق واحدة بينك فاتح او فوشيا وبينك عايز اقولكم بقى ان هي تنفع مشروع حلو جدا للناس اللي بدور على مشروع ممكن تعمليها في البيت وبعد كده تسوقيها وتبتدي ان انت تشتغلي في الموضوع ده حلو جدا جدا وكمان كل قطعة بتبقى ليها مميزة اكتر وليها شكل مختلف كده بتبقى حلوة قوي شايفين بقى الورد اديها شكل جميل جدا بتمنى بقى تنزلوا تعملوا لايك بسرعة لفكرة الحلوة دي لان في النهاية كمان هتبقى احلف كتير انا عملت كده اجزاء بقى نحط فيها الدبل وغلفتها برضو بالخيش كده من برا عارفين الاجزاء دي اللي بتبقى فعيلة بالدهب الاجزاء السفين جديد غلفتها بس كده من الخارج بالخيش وطبعا كتبت الحروف باللولي بالذات في صانية الخطوبة بنعمل كل حاجة باللولي وجبت كترة خيش وبتديد ان انا اكتب عليها التاريخ ده الخطوبة بتبقى شكلها شيك جدا وطبعا خليتها كده فيها شراشيب من كل الاطراف وبس عبتها بالشامع برضو على الصينية حبيت بقى انا احط الشريط ده كده على الاطراف هيدي علامة حلبة وكمان هيكون ماشي مع الرجول بتاعت الصينية ممكن كمان نستبدله باللولي او شريط اللولي اعود اقولكم بنفس الطريقة بالزبط نقدر نركب لها مقابد ونحطها تبقى صينية تقديم كاسات للضيوف عملت بقى فيونكا كده رقيقة جدا بخيط الخيش ده الخيط اللي انا عملت بيه الديفيرال اللي انا لفيت بيها دي كلها اسبتها كده تحت التاريخ بالزبط وهيحط معاها وردة كده رقيقة بتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكون استفدتم من الفيديو النهاردة ولو لسه ما عملتوش لايك انزلوا اعملوا لايك بسرعة وكمانتوا في رأيكم ولو مش مشتركين في القناة اعملوا اشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة